تقريبا هسا وصلنا سؤال مهم جدا طبعا هذا بالوزار الجاي احتمالي يجي أسئلة أسئلة هذا أصعب الأسئلة إذا قدرت تحلوني سيطرت عليه يعني ما يصاب عليكم بعد أي سؤال بهذا الفصل طلاب هذا جزئيا السؤال فبالبداية إذا عدي تحليل أقدر أحلل الجذور فعندي هنا بس جذر الخمسين راح أحللها فراح أعدي ثلاث خطوات على المتايل الخمسين أحللها أقول 2 في 25 بس على المتايل كلمة 2 في 25 جاتنا الخمسين وراح يطلع لي 5 جذر 2 نحية على المتايل عدد خطوات بس النوع بعدين راح أشتغلها بغير شغل فحللتها هنا على حطة هذا ينزل هذا على حطته ينزل تمام فهنا راح يطلع 5 جذر 2 هذا على حطته والجوام على حطته ناقصا هنا 10 ناقص جذر 6 هم على حطته شوين بعدين على مود اللي راح أشتغل بعد بشي ثاني فاجئ تمام طلاب هسنا اللي جاي بسط التبسيط عادة على مدهاي الخمسين تسويته تمام هل وقف الحل لا ما وقف فراح أشتغلها بالعامل المنسب لأن بعد ما يتحلل فهذا الكسر أشتغلها بالعامل المنسب ما المقام مالي تمام اللي هو العامل المرافق أو المنسب ماكو أيشكال والكسر اللي بعده هم ما اشتغلها بالعامل المنسب بس بالمقام ما للكسر نفسيته تمام شوف هس هذا 6 وذاك 3 طبعا يختلف فهذا شغله راح يكون بحة وهذا شغله راح يكون واحد تمام فإن نجي نبسط هذا يعني ماكو شغلات صعبة كلش تجيب هذا بالبداية ترتب به فهذا نضرب بالأول ونضرب بالثاني وهذا نضرب بالمقام فتعال بسطويا جذر جذر 3 في جذر 2 راح يصير جذر 6 5 جذر 6 ناقص جذر 3 في جذر 3 3 بدون جذر تمام وهنا 2 تنزل على حطتها مضروبة في جذر 3 في جذر 3 3 بدون جذر تمام ناقص يعني شغلات سهلة كلش نجي لهذا الكسر اللي بعده هم نفس الحالة هم راح يصير ضرب همين هذا قوس فهذا بالأول اللي هو 10 جذر 6 ناقصا جذر 6 في جذر 6 6 بدون جذر تمام أجل المقام الثانيين تنزل الثانيين تنزل تمام مضروبة في 6 في جذر 6 في جذر 6 6 بدون جذر فبعد خطوة بسيطة خطوتي هاي الخطوة على موضي المقامات فهنا المقام راح يصير 6 هاي خمسة جذر 6 نجي على حطته ناقص ثلاثة أوكي وهنا على حطته المقام 12 فآخذ عام المشترك أكبر اللي هو المقام طبعا المقام من واحد مقامات ناخذ أكبر مقام اللي هو 12 فبعد ما قسمنا وهي طبعا ترفون